يعتمد العراق على خمسة موانئ في عمليات تجارية البحرية وقد حقق زيادة بوارداتها المالية في شهر حزيران الماضي من هذا العام وصلت إلى 27 مليار دينار بينما كانت في شهر آيار 25 مليار دينار أي بزيادة مليارين ويعود هذا النمو إلى حزمة إجراءات عملت عليها وزارة النقل بحسب مسؤوليها بدأ واضح أن ارتفاع واردات الموانئ العراقية وتعظيمها خلال الشهرين الماضيين حيث كانت في شهر الخامس بحدود 25 مليار وكان ارتفاع لشهر حزيران 27 مليار ونصف وهذا مليارين دينار خلال الشهر أعتقد ارتفاع كبير وواضح ويقول مغتصون في الشأن الملاحي بأن الواردات التي جنتها الموانئ سيذهب نصفها إلى جيوب شركات التشغيل المشترك المستثمرة لأرصفة المرافع العراقية والتي هي واجهات لأحزاب سياسية استحوذت على الموانئ بمسميات أجنبية على حد قولهم هذه الواردات كلها لخزينة الدولة العراقية لخمسين بالمئة منها للمستثمر وهذا تضليل مثل ما الآن التشغيل المشترك تضليل وبعت الأرصفة البنية التحتية كاملة لشركات جاية من العالم الخارجي وهي كلها للأحزاب أما الخدمات الملاحية في الموانئ التي تحدثت عنها سلطاتها الإدارية فلا يلمس التجار أي تحسن فيها ويؤكدون أن التغيير الذي طرأ كان برفع قيمة الضرائب على السلع المستوردة بينما الإجراءات الروتينية ظلت على حالها أنت لما تجي تزود علي الضرائب شنو الخدمات التي قدمتها مقابل هذه الزيادة الباخرة لما تجيها سبني أن نجهزها ماي قبل كان بالرصيف أكو هول حفرة موجود بها كيبل كهرباء وماي وكل الخدمات وفيول الوقود هس هذا الهول كلهم أكفى سواء بمخصر أو بخورج بير أو كذا يفولون عن طريق التناكر قضايا عفى عليها الزمن يا أخوان ويشكو المستوردون أيضا من إجراءات إخراج بضاعتهم وذلك لكثرة الجهات الحكومية العاملة في الموانئ معالجة مشاكل عمل الموانئ العراقية قد يساهم بتحسن واقعها الذي يعتبره التجار هنا مترديا قياسا بموانئ الدول المجاورة سعد قصي الحرة مدينة البصرة